يعني بعد ما تضحي وتدي وتحرق نفسك وتحرقي نفسك يتقل لك أنت اللي عملت كده والله ما حدش طلب منك تعمل ما حدش طلب منك تجيبي ما حدش طلب منك تصرفي في البيت ما حدش طلب منك تجيبي للولاد الحاجات اللي مش عندهم ما حدش طلب منك ما حدش طلب منك أنت أول ما بتقولي أنا ضحيت وعملت أنت بتقوليها اللي هو عايزة تقوليله أنا معطاقة ده أنا كنت بدور على ساعتك ده أنا كنت بدور على راحتك وكلك بتلاقي في الآخر والله ما حدش قالك تعملي كده وده في حد ذاته زي سكينة سكينة وحد راح جيه غرزها في قلبك حقيقة احساس صعب كده احساس صعب جدا عشان كده مهم جدا ان احنا نعرف ازاي ندي ونضحي من غير ما نيجي على حساب سعادتنا من غير ما نيجي على حساب راحتنا ازاي نحمي نفسنا من اي شخصيات بتحاول تستغل عطاءنا وتضحياتنا فيه شخصيات كده مصصين دماغ ومصصين تضحيات اللي هو تفضلوا يشفط منك كل حاجة حلوة انت بتعمالها دي شخصيات بتستغل العطاء اي شخص مع طاقسه أستة او راجل تلاقي كده في حياته حد بيمتص عطاءه هنعرف الشخصيات دي ايه هنتعامل ازاي